رجع تاني وانا اديتك قواتك عشان تفكر فيها براحة لا انا مش ايه مشكلة امبي لو في مشكلة مش كلامك لو في مشكلة مع النادي الاهل على فكرة احنا اكتر نادي بنتعامل معه النادي الاهل وبنحب نتعامل معه انا الموضوع انا انا اجيلك بعد كده على مشكلتك مع نادي الزمالك ما عنديش اي مشاكل خاضر هي مشكلة حاجة واحدة بس اننا بيبقى عندي لعيبة كويسة ممكن الاهل والزمالك يخشوا في صراع مع بعض فيه كلاعب انما احنا كنادي امبي بالعكس جدا احنا لو قعدنا نعد النجوم اللي راحت من امبي للاهل او اللي راحت من امبي للزمالك لعيبة كتير جدا طيب ما بتقالش دايما ان في مشكلة من امبي وزمالك بس بتقال ان في مشكلة من امبي ايه اصلها ايه من وجهة نظرك اصلا اعتقد هي ما ظهرتش غير في موضوع مصطفى شلبي مصطفى شلبي وما كانش على فكرة انا مش عايز اقول الاسرار بس احنا والله 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 مش احنا اللي وقفنا وقفنا لصفقة مصطفى شلبي خالص اما من اللي وقفها احنا كنا طالبين مبلغ حلو خلاص حلو وبرضو على قد معلوماتي النادي الاهل يوقف عند حد معين خلاص وقال لك لا انا مش هكمل مدرب الاهل وقتها وقتها مدرب الاهل قال لك خلاص انا مش عايز كامل موسيماني اه موسيماني انا مش عايز يعني موسيماني هو اللي قال انا مش عايز مصطفى الشرمي مش عايز وقفت الـ مش قامل خلاص لا لا بالعكس بالعكس احنا اصلا خلي بالك طب هقولك الحالي يعني لو احنا عايزين نودي مصطفى انا مش مصلحة ان انا احدد للعب نمرة واحد اللعب هو اللي بيبقى مكرر وعايز يروح فيه صح نمرة اتنين العرض اللي انت بتبقى محتاجه انا بقول مثلا عايز ساي خمس واحد قال لي لا انا هديك واحد جيت تاني قال لي انا هديك اربعة ما انت في النهاية برضو انت بتبص لمصلحة نديك انما اما نيجي نبص لعلاقات امبي بالاهلي انا شاف ان هي علاقة محترمة جدا احنا اصحاب جدا وطول الوقت فيه تفاهم وفيه حتى في قطاع النشئين المسابقات اللي بتتم وفيه تعاون كبير جدا بيننا وبين النادي الاهلي عشان التوضيح هالمسيمان اللي رفض مصطفى شالبي ولا كان مرسي كولر متهالي كان كولر 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 انا بس عايز اقول المدير الفني في التوئيد ده هو اللي يعني هو اللي بيختار يعني فمن ساعتها ابتدت الناس تقول ان انبي مش عايز اده طيب انت قلتين النقطتين وجد نظر المدير الفني وجد نظر اللاعب طبعا هو رغبته ايه بس كمان المقابل المالي هل المقابل المالي وقتها من النادي الاهلي كان اكبر من النادي الزمالك لا طب كان ندي الزمالك ممكن يكون الاهلي كان عادي ضقم كبير بس المدرب رفض فخلاص الموضوع بازل كيه كيه نادي الزمالك التزهر اه نادي الزمالك الي عرض اكتر اكتر بريقم كبير يعني ما معناعتبرش اه يعني تقريبا تلتا حجا كيدا يعني تلتا في زيادا يعني فهو ده اللي خلى صفقة تروح للزمالك ببساطة قبل مر ناسا معي هو نادي الاهل مش نادي امبش إحنا ما عندناش مشكلة خالص مع النادي الاهل بالعكس بالعكس خالص يعني بالمناسبة لو كان ايه؟ لو الاهلي مدير الفني مارسي الكولر قالك انا عايز مصطفى شربي وقالك ده اخر رقم ما اقدر ادفعه ورقبة مصطفى شربي كانت النادي الاهلي هنا بقى عندك رقبة اللاعب وعندك المدير الفني انك عايز بس الرقم اللي جاي لك اقل من الرقم التاني كنت هتعمل ايه؟ اه هو دي طبعا نقطة بنقعة فيها كتير في الحقيقة ان انت بيبقى رقبة اللاعب عايز يروح مكان والنادي ما اخلي بالك ساعات بيحصل تفاهم بين اللاعب والنادي لأ انت تضغط على النادي عشان بس في نقطة مهمة اللاعب نفسه لازم يبقى اخد باله منها ان هو في النهاية النادي اللي هو بيسيبه ده اللي هو بيته الحقيقي اللي هو عمله نجم لازم برضو يبقى بصص لمصلحته صحيح يعني ايه ما ينفعش ان اللاعب ياخد مصلحته بس كل حاجة صحيح لأ انت النادي تعب وعملك نجم وا 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 فده لازم يبقى ليه تمن صح لازم يبقى مش عشان تمن ان انا بتحكم فيه لا بس ده طبيعي ان انا ساعتك وسنتك فانت لازم بيجي في التوقيت ده ان انت برضو توقف مع النادي بتاعك ان انت ما تبقاش عشان انت رايح نادي جديد تنسى النادي القديم